طبيعي مصدر بالنادي الاهلي كمان قال لرقم عشر ان اللجنة تخطيط بالكرة بالنادي الاهلي قرارت عودة احمد ياسر ريان للفريق وتواجده في الموسم الجديد بعد انتهاء اعارته بفريق الطاي التركي وانه مش هيتم اعارة اللعب مرة اخرى المصدر قال ان ده قرار اللجنة ومسيماني مالوش تدخل فيه لان اللجنة شايفة ان ده الاصلح للفريق ده معنى ايه ان احمد ياسر ريان موجود مع النادي الاهلي الموسم القادم معارين كتير من النادي الاهلي اسماء كتيرة تعلقت واسماء كتيرة ما تعلقتش مين هيرجع النادي الاهلي في الموسم اللي جاي الله واعلم تعالوا نشوف معاري النادي الاهلي عملوا ايه الموسم ده وقت ما رجعوا للنادي الاهلي نبدأ طبعا بلعب الخبرة الكبير محمود عبد المنعم كهربا وعير لنادي هطاي التركي في الشتاء الماضي وانتهت اعارته بنهاية الموسم لعب خلالها 11 او 12 مباراة ما بين اساسي وبديل بمعدل دقائق 362 دقيقة سجل هدف وحيد فقط في فترة اعارته وصنع اربع اهدف قالوا باجي وعلي النادي اميان بالدورة الدرجة الثانية الفرنسي في الانتقالات الصيفية العام الماضي لمدة موسم لعب في فترة اعارته 31 مباراة ما بين اساسي وبديل بمعدل دقائق 2110 دقيقة باجي تمكن من تسجيل 14 هدف وصنع ثلاث اهدف وطلق ست بطاقات صفراء على فكرة عام الموسم حلوة مع فريق بس غالبا الاهل هيعيره تاني او ربما يبيعهم والترب واليا وعلي النادي السلية القطر في الانتقالات الشطوية الماضية وحتى نهاية الموسم لعب واليا مع السلية تسع مباريات بمعدل دقائق 794 دقيقة سجر باليا تسع هدف بقميص السلية وصنع هدفين يعني ارقام برضو جيدة مواجهب النادي الاهلي ما حدش وصل لرقم ده حتى لا احمد ياسر ريان وعلي النادي الطاي التركي في الانتقالات الصيفية الماضية والمدة موسم شارك ريان مع الطاي في 29 مباراة بمعدل 1078 دقيقة خلال مشاركته مع الطاي تمكن ريان من تسجيل 9 اهداف وصناعة هدف وحيد المعارين من الاهلي عاملين اداء افضل ربما من المهاجمين اللي في الاهلي احمد رمضان بيكهم عارو الاهلي الاسموحة في بداية الموسم الجالي ولمدة موسم واحد لعب بيكهم مع سموحة حتى الان 16 مباراة 1259 دقيقة ساجل بيكهم هدف وحيد مع فريق سموحة ولعب 14 مباراة اساسي ومواجهتين كبديل ايضا كريم ندفد متقلق جدا مع فيوتشر خرج من الاهلي عارو لمدة موسم في الصيف الماضي الى فريق فيوتشر اللعب ندفد مع فيوتشر 20 مباراة بمعدل دقائق يعني 1553 دقيقة شارك ندفد في 17 مباراة اساسي ودخل كبديل في 3 مباراة نجح ندفد في تسجيل 3 اهداف مع فريق فيوتشر في مسابقة الدوري حتى الان ايضا مصطفى البدري عارو الاهلي في بداية الموسم الى فيوتشر لمدة موسمين شارك البدري مع فيوتشر في 18 مباراة 633 دقيقة لم يسجل بدري اي اهداف وصنع هدفين فقط لعب اساسي هذا الموسم في 7 مباراة وشارك كبديل 11 مر ويعتمدش على كتير الكابتن علي مهر كاساسي سعد سمير عاول الاهلي فيوتشر لمدة موسمين في بداية الموسم الجاري بعد اقامة حفل تكريم له يعد سعد سمير هو كابتن فريق فيوتشر نظر لكبته الكبيرة وانضموه من الاهلي لعب سعد مع فيوتشر 17 مباراة في الدوري بمعدد لقاك 1234 دقيقة شارك سعد في 14 مباراة كاساسي ودخل 3 مرات كبديل وحصل على 3 بطاقات صفراء فكروا بقى مين اللي ممكن ايجا انا شايف انه كريم ندفد ممكن يبقى قريب يرجع احمد ياسر ريان هيرجع بوليا ممكن او ممكن لا بس صعب شوية يعني انا شايف انه الاعرب العودة للنادي الاهلي تحديدا يعني كريم ندفد ويه احمد ياسر ريان غالبا يعني شكرا